تتمدد الميليشيات المرتبطة بإيران وأحزابها الفاسدة في العراق من خلال نشر الفوضى الأمنية بالقتل والاعتقال وبث الرعب فعناصر تلك الميليشيات منحت نفسها حصانة مكنتها من امتلاك السلاح والسلطة والإفلات من العقاب الفوضى الأمنية والسلاح المنفلت أصبح مرتبطاً مع وجود الميليشيات فالأمن والسلام يهدد بقاءها وهكذا يبرر زعماء الميليشيات بقاء السلاح بحوزتهم رغم انتفاء الحاجة التي شكل لأجلها بزعمهم فكلما انتفى سبب تشبثوا بآخر بالنسبة إلى موضوع الفصائل خليطلع الاحتلال إذا ظهر السلاح أنا مسؤول عنه إذا ظهر السلاح بشارة أنا مسؤول الميليشيات الممولة من إيران أنشأت نظاماً لتوسيع نفوذها في العراق عبر السيطرة على المواطنين والموارد الاقتصادية وهي تجني الأموال الطائلة عبر الابتزاز في نقاط التفتيش وفرض الإتاوات على المحال التجارية ما هي كعن استخدام التهديد والقوة والاستيلاء على الأراضي والحقول النفطية في ظل عجز حكومي واضح وفقاً لمعهد نيولاينز الأمريكي للدراسات وسائل إعلام نقلت عن ضابط كبير في وزارة الداخلية تأكيده بأن الآلاف من أوامر القض على مجرمين متوقفة بسبب انتماء هؤلاء إلى أحزاب سياسية وفصائل ميليشياوية تتحاشى الأجهزة الأمنية الاقتراب منها مؤكداً أن عدد الأسلحة التي تم تسريبها من الأجهزة الأمنية بلغت نحو 190 ألف قطعة بين عامي 2003 و2006 فقط وأن المنتسبين في الأجهزة الأمنية باعوا مخازن بأكملها للميليشيات والعشائر ثم فروا من الخدمة وفي ظل استمرار سياسة الإفلات من العقاب وإراقة دماء الأبرياء ارتكبت ميليشيا العصائب الإرهابية مجزرة جديدة راح ضحيتها عدد من الأبرياء بين مغدور ومصاب في منطقة الحصوى شمالي محافظة بابل بحسب قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين في العراق الذي أكد على أن هذه الجرائم المستنكرة لن تتوقف ما دامت تحظى بتواطئ حكومي وصمت سياسي نفعي ولا سيما في محافظة بابل التي أصبحت مسرحا لعمليات الميليشيات الإرهابية التي تسعى لتوسيع نفوذها وتنفيذ مشروع إيران الخبيث الذي يهدف إلى تهجير المدنيين من مناطقهم فيما قال أبناء عشيرة الجنابيين شمالي محافظة بابل إنهم يتعرضون للاعتقال والقتل والتنكيل بسبب انتمائهم وبدوافع طائفية سلاح الميليشيات المنفلت أصبح يشكل خطرا حقيقيا على العراقيين الذين باتوا مستهدفين بأي لحظة ويخشون على أنفسهم من عمليات الاختطاف والاغتيالات المستمرة في ظل ترسيخ سياسة الإفلات من العقاب وسط عجز في السيطرة على تلك الميليشيات وضبط سلاحها المنفلت